لا هو الصياغة دي بقى محتاجة تفكير احمد ابو زيد بيقول عايز احط جملة احطها ازاي يعني خلينا دي حاجة خاصة او محتاجة طوال تفكر ازاي تظهر القيمة بتاعتك في التشتباط بتصعر البنوت بقى افضل سعره وكده يعني ده موضوع طبعا محتاج بقى تفكير الصياغات كده مقدرش اقولها لك كده في اللايب يعني بقى حاولت شوفها كده وابعتها على الصفحة او على خدمة العملة بيبعتوا لي حاجات من دي وبالمناسبة يعني في ناس كتير جدا مثلا على عيات الشركات لقى حاطة تعليقات كتير جاية مكتوب فيها ايه بعتين لك على خاص يا دكتور لو سمحت رد علينا وللأسف على خاصة عندي لما بدخل على الخاص اللي هي اللي بجاي مش من الفرينز بتوعي بهرب برجع تاني لان بلاقي كمية رسائل ضخمة جدا فبرضو ممكن المواضيع تتأخر شوي يعني ايه الاسهل الاسهل تبقى ممكن عن طريق خدمة العملة كريم اللي مسك الموضوع ده هيوصله لي وبعدين انت بقى تقعد تزن عليه فهو بيقعد يزن علي فبياخد مني ردود احيانا فيعني ايه بس برضو ايه انا عايزكم ما تتدقيقوش لما تلاقوا لان بصراحة حجم الاسئلة كتير جدا جدا والوقت يعني ما بيبقاش سامح ارد على كل الناس وانا بحاول ارد من ضمن الحاجات اللي بقينا حتى يعني في خدمة العملة بيحولوا الاسئلة دي على عيات الشركات يعني بقى فيه ناس كتير جدا يبعطوا يسألوا فيقول لك طب انحط السؤال على عيات الشركات حطوا وهتلاقي ناس كتير تجاوبك وبيقولولي بقى عشان ادخل انا كمان اجاوب يعني وفي ساعات بادخل اجاوب وفي ساعات بصراحة لا يعني بس ايه يعني هو الجميل ان الجروب بقدراتي فيه فيه تبادل خبرات جميل مش لازم انا اجاوب على كل حاجة انا بحاول ادخل اقرأ المواضيع واتابع بقدر الامكان بساعات بلاقي الناس يعني كفت ووفت وفي ساعات بلاقي فيه كده ايه خناقة وفيه ناس كده عصبتين دلو بسكين في بعض فبحاول احفق الاشتباك وفي ساعات بلاقي كمية هابد رهيبة فبدخل اقول رأيي وفي ساعات بنقفل التعليقات ونعمل بلوكات بس يعني مش كتير قوي زي ما انتم متخيلين يعني الحاجة اللي بعمل فيها بلوكي وانا ضميري مستريح جدا لما لاقي حد يقول العميل العمل اللي هم فيه اشتيمة بعد كده بقى بلوكة على طول لان ده نشر الامراض وانا عايز بس انا قلتلكوا ايه عايزين شوية ناس وليلين يبقوا مقتنعين فما يتأثروش بقى لكل شوية واحد يدخل يشتم يشتم لا مش عايزين الكلام لا خطاها ابو طاية يا دكتور ده يمكن اول سؤال اسأله في اللايف لا كده احنا مقصرين بتسألش ليه راجل اه اجيب بينين حد يعمل اعلام في جوجل يكون ثقة مصر كل بقت مكاتب في شواء وبتعمل اعلانات موالا لو والله مش كلهم في شواء كمان ده فيه ناس بتعمل اعلانات موالا من على السرير في البيت ما عادي ها اه اخذور مصر مناسب واستغلال حد سؤال حرج ارجو الايفادة هو طيب انا برضو عايز اه برضو ايه احط برضو نقطة نظام هنا اه بس حد بحس ان ده متقيل بس ما هو يعني انا مضطر بقى دم متقيل انا القعدة ما ايه ما بقدمش تزكيات لحد القعدة ما بقدمش تزكيات لحد حد ايه يعني انا ليه علاقات في كل المجالات بس ما بقدمش تزكيات لي اه لان التزكية دي فيها مسئولية تضابنية يعني انا فلان معجب بيه كشخص وده كويس وشايف ان هو ما ما جربته حتى في شغل وليته كويس طب انا مضمنش لما هنجربه في شغل لحد تاني يقول له عليه يطلع كويس اه مشكلة هو وبعدين خروجا لو تفتكروا كده الموضوع بتاع ايه المعامل والمعامل والدكاترة الحتة دي بقى فيها شبهة دلوقتي بقى غالبا التزكية مصحوبة بعمولة وانا خروجا من هذه الشبهات لا اخدم ايه تزكيات لان في العادة عادة ودي ممارسة غير اخلاقية يعني انا ما ينفعش انت عشان تسخ فيها اقولك روح لفلان وبانا واخد منه عمولة الا لو كنت هقدر اعلنها وطبعا ما حدش بيعلنها فانا خروجا من هذا الحرج من السببين دول اه ما بزكيش حد وطبعا انا عارف ان من ضمن المجالات اللي في القصص دي فيها مشاكل جمدة جد اه تسويق الالكتروني هتبزل مجهود بقى خطاها شوي مش هقدر افيدك بحد شخصيا تتعامل معه وده يعني في كل حاجة انا عن نفسي لما باجي يعني بساعت مع العلاقات دي برضو لما باجي اتعامل مع حد بتلايني ايه بقعد كده قدم رجل واخر رجل واسأل وبتاعه فيعني ما مش سهلة مش سهلة لاننا والناس كويسين هل هيبقوا كويسين طول الوقت وكويسين مع كل الناس فمعليش عذروني برضو اه لا اخي عبدالله انا اشتريت كورس ثلاثة في واحد بتحرك ازهارة في ذكره وفيه تاني اونلاين قريب ولا لا هو طبعا الكورس كان فيه منه ثلاثة اشكال او يعني بنديليفر بثلاثة اشكال في الكلاس كده وده وقف من شهر مارس اونلاين اللي هو ايه تفاعلي كده لايف كده زي لايف بتاعي دلوقتي بشرح والناس تسأل وانا نجاوب وابشرح موضوع ودفتح اسئلة وده بقلنا فترة طويلة ما عملناهش ومش معروف يعني لسه لم يحدد دلو معادي واللي هي الفيديوهات المسجلة سواء اللي هي مننا مباشرة او موجودة على يدي تذكرها ازاي بنفس طريقة المذاكرة بتاعت التلات انواع ازاي انت ليه ترتيب معين حاول بقدر الامكان تبشي بنفس الترتيب لان الحاجات مترتبة على بعض الا لو انت مستعجل على نقطة معينة لان مثلا الكورس 109 ساعة فممكن ان فيه ناس بتبقى عايزة الكورس عشان حتة معينة تواصل مع خدمة العمل هيقولك اه قبل ما تاخد دي يفضل تاخد ايه المحاضرات دي قبلها ودي قبلها يعني انها مبنية على بعض لو انت مستعجل يعني لان معظم المواضيع متربطة وطبعا الناس شغالين معايا بقالهم كتير وعارفين الامور وترتبها وممتحينهم وسائلهم يعني منع انهم يبيدوا بقدر الامكان يعني وفيه البي دي اف فيه تطبيقات بتحلها وتطبق على حالتك فالموضوع وممكن انت لو انت فيه حد خدها قبل كده هيفيدك وهيدلك ازاي تمشي وموضوع يعني مفيش فيه تكنولوجيا يعني زي اي كورس اونلاين هو بس النقطة ان الناس كتير بالنسبة لهم الانلاين يعني مش متعودين عليه لا ده سؤال عام جدا محمود عبدالسلام محمود عبدالسلام طب والله النقطة دي كويسخ لا نتكلم فيها بيسأل سؤال ايه محتاج اعرف منين اجيب البضايع لمتجر الكتروني بغض النظر عن فكرة الدروب شبنج لا سيبك من الدروب شبنج انت الوقتي عشان تبيع اونلاين ونشاط الانلاين بقى فيه فرصة لناس كتير وبرسمة القليل انك ممكن دلوقتي بقى فيه حاجات كتير بتقدر يعني المصانع والتجار الجملة بدأوا يحترموا جدا شريحة الناس اللي بيبيعوا اونلاين كان سوق الجملة زمان ماشي دايما كميات كبيرة يقول لك عشان تاخد سعر الجملة بدأ من عشر كراتين من ملابس من معرفش كذا سري كده فبقى فيه حاجة اسمها ايه جملة من اول قطع اللي هو الناس او بيسموها جملة مشكل ليه لان السبت اللي بتبيع ملابس مثلا ما تقدرش تروح تشتري في الجزم مثلا الكرتونة مثلا 25 جزمة من نفس الموديل علشان تقعد تبيع وتلاقي مقاسات تتباعه ومقاسات ما تتبعش فبقوا بيسمحوا لهم يشكلوا لهم لو مثلا هنفترض كده اللي هي الجزمة اللي في الجملة دي في الكرتونة واقفة بمية جنيه فهتلاقيها مثلا ممكن يومون سعر نهالها بمية وعشرة جنيه جملة مشكل تاخد براحتها وفيه ناس فعلا بيتعاملوا من اول قطع وطبعا كلاما القطع بتزيد والشغل بيزيد السعر ممكن يقل فده لازم بقى انت تعرف تشتغل ايه لانه ممش حاجة اسمها اجيب البضاعة منين يعني فيه في مصر بقى تجمعات فيه مثلا الملابس معروف انها ايه ليها سوق جملة في الموسكي وده لقت يبقى فيه في امارات رامو في مدينة ناصر فيه الاحزية في ضرب آية وفي الفحمين فيه الشنط في باب الشعرية يعني كل حاجة ليها سوق جملة كده حاجات ما عرفش الكهرباء في العتبة الاكسسورات الموبايل شارع كده فارعي كده من محمد علي مش فاكر اسمه ايه لازم تعرف الاماكن دي كل حاجة ليها سوق كل حاجة ليها مكان حاجاتك ايه ايه الاضاءة في ضرب البرابرة البرويز معرفش فين النزهة الجديدة دلوقتي بقى سوق جديد فتح فيه حاجات اه العطارة وحاجات بتاعة اليميش بتاعة رمضان في العطرين في الحسين وبقى فيه يعني هو ده على فكرة ومن ضمن المجالات الظريفة جدا انك مجرد ايه تشتري كميات يعني احنا داخلين على موسم اهو المكسرات واليميش والتمور انت ممكن تعمل فرق بس لو قدرت توصل مثلا انك تشتري بالكرتون اللي هي سي 10 كيلو وتبيع بعبوات ربعة ونص كيلو فرق سعر الجملة من القطاعي فرق كبير جدا بس طبعا كل حاجة فيها learning curve وما ترحش تدفع فلوس لان ايه مش بسهولتك كده انك ايه تشتري وتجيب كل حاجة فيها انواع والعطارة فيها انواع والمكسرات انواع وفيه متحمس ومش متحمس يعني ايه تفهمها وكل مكاء كل حاجة ليها سوق جملة وكل متخصصين ليهم جروبات على الفيسبوك شوف انت بقى هتشتغل في ايه وادخل في الجروبات دي هتجمع معلومات انا بكلمك عن الشكل التقليدي واتلاقي فيه جروبات بقى تيليجرام بيبعثوا بقى باستمرار المنتجات والاسعار والصور يعني موضوع دلوقتي المهمة بس تحدد حاجة تدرسها قبل ما تدخل وبعدين بقى سهل جدا يعني سهل جدا انك انت تدرس حاجة كده وتفهم فيها شوية وبعدين تبدأ تجرب وخطرتها مش عالية فممكن طرف گرفば بس تنحظ اليمن الهجم وهادخل علمامات وقGirl معلومات اثن انتحان جدا اللعогод اشتغل